ترتبط البحرين بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة ومتميزة مع جمهورية مصر العربية وتشهد هذه العلاقات تقدما واضحا على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها كما أنها تبرز كنموذج يحتذا به في العمل العربي المشترك بفضل الروابط الودية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين إيمان راسخ بوحدة المصير العربي توجل علاقات البحرينية المصرية هذه العلاقات التاريخية الممتدة ازدادت رسوخا ونماء على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية لتمثل نموذجا للعمل العربي المشترك القائم على روح الأخوة والاحترام المتبادل زيارة عاهل البلاد المفدة للجمهورية الشقيقة تتوج التطور الكبير الحاصل في مسيرة العلاقات البحرينية المصرية والتي تعود تاريخيا لعقود مضت وازدادت كثافة خلال السنوات الأخيرة خصوصا في ظل التطورات المتلاحقة التي تستدعي التقييم والمشاورة كما تؤكد الزيارة مدى الحاجة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لسيما إزاء الملفات الشائكة التي تلقي بظلالها على أمن دول المنطقة برمتها مما لا شك فينا العلاقة بين البحرين والجمهورية مصر العربية علاقة ذات جذور تاريخية وليست جديدة فزيارة سيد جلالة الملك لمصر تجسد عمق هذه العلاقة وتؤصل للمرحلة والمستجدة على الساحة سواء كان خليجيا أو سواء كان دوليا وتوحيد المواقف هذا يعزز وحدة التماسك العربي في مواجهة التهديدات ومن المتوقع أن يفتح اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بابا أكبر للتنسيق المتزايد بين الدولتين الشقيقتين خصوصا مع مواصلة هذه اللقاءات واستمرارها دون انقطاع يذكر خلال السنوات الأخيرة تأتي في إطار التنسيق وتأتي في إطار الأولوية التي يمنحها القيادين للتعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين الدولة العربية فالوضع الطبيعي أنه من حق المواطن العربي أنه يشعر أن القيادات بتسعى إلى خلق وضع اقتصادي تكاملي ولمواكهة كل التحديات ولتوفير حياة كريمة للمواطن وده هدف جلالة الملك في البحرين وهدف السيد الرئيس في مصر نحن لازم ننقى بنفسنا عن أي خلافات ونحط مصلحة المواطن العربي في المقام الأول بالنسبة لنا ولازم نسعى إلى تحقيق تكامل الاقتصادي إلى تحقيق التحسين الأوضاع الاقتصادية وعشان نقدر نوصل للإمكانيات الفعالية اللي موجودة في العالم العربي اللي نتيجة للتشارزم ده إحنا مش قدرين نستغلها على الوكه الأكمل لمصلحة دولنا ولمصلحة شعوبنا لبنة جديدة ستضاف لتوطيد أركان العلاقات البحرينية المصرية وبنيتها الراسخة والتي تمتد في أعماق التاريخ والذاكرة الوطنية لكل الشعبين الشقيقين وتشمل كافة القطاعات يقودها تناغم سياسي كبير بين قيادتي البلدين سيساهم في إيجاد أرضية مشتركة للتنمية وتعزيز مسيرة وتطور العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع أطر التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين